ازايكو يا بنات معاكو ياسمين من قناة طواري بيتك ومبخك ده اول فيديو اللي هي معاكو ان شاء الله وان شاء الله ده عتواصل مع بعض في كل الفيديوهات الجاية انا دلوقتي كده حبيت ابدأ معاكو بالسالون بتاعي انا دلوقتي كده وقفة عند باب الاوضة بتاعت السالون انا عندي السالون في اوضة منفاصلة لوحده فحبيت ابدأ معاكو نصوره الحمد لله عشان السالون عندي في اوضة لوحده فمتحكمة طبعا فيه ان هو دايما يكون نظيف وبابه مقفول عليه حتى كمان برضو يكون بايدا عن دوشة الولاد وان هو ما يلعبوش في حاجة بقى ويقصروا حاجة وكده فدي حاجة كويسة جدا ان هو بقى مش مفتوح بقى على الصالة والانتري وكده فحبيت ابدأ معاكو اول حاجة ان اصوره هنا كده اول حاجة في وش باب السالون عندي دولاب الفضيات زي ما انتم شايفينه كده بالمنظر ده وان شاء الله اصوره لكم برضو في فيديو الواحد وعرفكم بيجي في ايه وبنحط في ايه ويا ترى هو مهم ولا لا وهنوضبه برضو مع بعض ان شاء الله في الفيديو ده هنا كده زي ما انتم شايفين دي باب لكونة كده عندي في القوضة هنا ده كان نظام البرقع بقى هو نظام من فوق تنجيد ونازل كده بستارة خرز من هنا السطرة كده خرز كده عجباني او السطرة دي اول منت خطب ايه فراجل بتاعي البرقع بقى واحنا بنختار البرقع مع بعض انا وجوزي ساعتها كونا شفناها وقرارنا ان احنا نعملها مع بعض بس يا الاسف طبعا معظمها متداري برضو هنا كده ولا دولاب الفضيات هيرا بقى باب البلكونة ودي السطرة بتاعت ايه السالون بتاعتي ده شكلها كده هنا عندي كدك اتنين فوتين بين دولاب الفضيات اتنين فوتين بالمنظر ده. اتنين فوتين شبح بعض وفي عند هنا كده اتنين فوتين تانيين شبح بعض. يعني يا أنتو شايفين كده بالمنظر ده التنين دول بالشكل ده. والكنبة التانية بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده بعدين هنا كده باجي. الجنب التاني كده بلاقي هنا الكنبة الكبيرة بتاعتنا. هنا كده الكنبة كبيرة بتاعت الصالون. يعني انا بعد بعيد شوية عشان حاول اصورها لكم كلها. هي كده. بعدين هنا بقى الترابيزة بتاعت الصالون والسجادة. هنا بقى انحطي هنا روحة كرآنية كده. يعني عجباني او كمان ان الوانها ماشية مع الصالون. القماشة بتاعتها فيها تركوية شوية مع بيج نفس الوان الصالون شوية مقاربين يعني ايه مع بعض. كيت عجباني اوي. وهنا كده دي النجفة. اخد شكل مركبة كده. وخرزها اللي هو الكبير ده انا حباها اوي دي بتبقى سهلة صراحة في التنظيف. يعني طبعا بقى انا موضبة كل حاجة ومنظفة الشباك وبلكونة موضبها ومسحاها. احسن حاجة بقى في الصالون عندي هنا ان هو دايما بيفضل نظيف يعني. حتى كمان انا معايا بنتين صغيرين. يعني ما فيش حد يبدخل هنا كتير بقى عشان القضا مقفولة. دايما منظفها وقفل عليها بابها وكده متحكمة فيها في نظفتها اكتر. ودي حياة كويسة برضو ما يجري الضيوف بقى يلاقوا مكان كويس يقعدوا فيه بقى بعيدة عن الولاد ودوشتهم وكده. يا رب يكون الفيديو عجبكو. وان شاء الله نفضل اتواصل مع بعض في الفيديوهات الجاية. باي باي.